موسيقى تظاهر الآلاف أمام منزل نتنياهو في القدس وقساريا وفي مفترقات البلاد للأسبوع التاسع على التوالي احتجاجا على الفساد السلطوي مطالبين نتنياهو بتقديم استقالته فورا هذا وقمعت قوات معززة من شرطة اسرائيل التظاهرات المناخضة لبن يمين نتنياهو وحكومته المطالبة باستقالته بسبب سياساته الاقتصادية والسياسية وبسبب ملفات الفساد التي تلاحقه الى ذلك فرقت الشرطة بالقوة مظاهرة انطلقت من مدخل مدينة القدس الى مقر رئاسة الوزراء بحجة عدم وجود ترخيص للتظاهرة واعتقلت عددا من المتظاهرين رفضا لتطبيع العلاقات بين الامارات العربية المتحدة واسرائيل شارك عدد من نشطاء التجمع الوطني الديمقراطي في وقفة احتجاجية بمدينة الناصرة معلنين استنكارهم ضد هذه الخطوة ونحن نقولها بشكل واضح نحن مع السلام ومع العلاقات ولكن بعد انهاء الاحتلال بعد اقامة الدولة الفلسطينية بعد اعادة الحقوق للشعب الفلسطيني الان تأتي هذا التطبيع مجاني خنجر في خاصرة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية كلها تكافئ الاحتلال تكافئ نتنيه على طعميق الاستطان طعميق الاحتلال استمرار حصار غزة تهويد القدس واعلانها عاصمة لدولة اسرائيل هذا يشجع نتنيه للاستمرار في الاحتلال على عكس ما يدعيه تدعيه الامارات عمليا يهدف الى قامة الدولة الفلسطينية هذا على عكس تماما ضربة للقضية الفلسطينية ضربة للانضال الشعب الفلسطيني تظاهرة رفعت خلالها الشعارات المنددة بصفقة التطبيع بين الامارات واسرائيل والتي جاءت بهدف تصفية القضية الفلسطينية في الوقت الذي تجابه فيه صفقة القرن وقرارات الضم الاسرائيلية نحن نريد ان نقول لفلسطيني الداخل كجزء من الشعب الفلسطيني يرفضون اولا وبالقبل اي كلام يرفضون معاهدة العار بين اسرائيل والامارات ونحن نريد ان نقول ايضا بان شعبنا موحد في هذا الموضوع ولكن نحن ايضا نريد ان نرسل رسالة مهمة جدا شعبنا اقوى من تطبيعكم نحن جزء من الشعب الفلسطيني جزء من الحلم الفلسطيني وجزء الشعب الفلسطيني هي الامنا وامالهم امالنا لذا نحن نقف هذه الوقفة وهذه التظاهرة من اجل ان نرفع وعي شعبنا لمخاطر هذه الصفقة موقف موحد من الشارع العربي في البلاد الذي يرفض هذه الاتفاقية الاماراتية جملة وتفصيلة تجلى في الوقفة التي تعكس التشبث بحق الشعب الفلسطيني التاريخي والمشروع نظمت الهيئة الادارية للجالية الفلسطينية في بلجيكا وقفة احتجاجية امام السفارة الاماراتية في مدينة بروكسل رفضا لاتفاق التطبيع بين الابارات والاحتلال الاسرائيلي بمشاركة ابناء الجالية وممثلين عن المؤسسات الفلسطينية ونشطاء عرب ومتضامنين اجانب واستنكر المشاركون هذه الخطوة واعتبروها استهدافا للشعب الفلسطيني ومشاركة في صفقة القرن الامريكية مؤكدين دعمهم لموقف القيادة الفلسطينية الرافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية كافة وسلمت الجالية خلال الوقفة رسالة للسفارة الاماراتية تندد بالتطبيع وتطالب بإلغاء الاتفاق مع دولة الاحتلال الاسرائيلي تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط واطلعه على اخر المداولات مع الدول العربية التي أدت الى اصدار بيان يعكس الاجماع العربي حول مركزية القضية الفلسطينية وقال ابو الغيط للرئيس محمود عباس ان التمسك بتحقيق السلام العادل والشامل القائم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام ورفض صفقة القرن وانهاء الاحتلال يأتي تنفيذا لمبادرة السلام العربية قبل اقامة اية علاقات تطبيعية مع اسرائيل واشار ابو الغيط الى ان الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية سيعقد في التاسع من ايلول وسيكون برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي سياق المتصل تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا من نظيره التركي رجب طيب اردغان الذي اكد على موقف بلاده الداعم للموقف الفلسطيني ورفضه لايات خطوات ضم اسرائيلية او تطبيع قبل انهاء الاحتلال وتحقيق السلام كما وابدى موافقة تركية على عقد جلسة طارئ الوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي لدعم الموقف الفلسطيني اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال تراؤسه اجتماعا موسعا للقيادة الفلسطينية لبحث اخر المستجدات السياسية على ان الشعب الفلسطيني وحدة واحدة ضد المؤامرة وضد كل من يريد ان يعتدي على قضيتنا رحبوا باخوتنا من حماس والجهاد والقيادة العامة الذين يحضرون هذا الاجتماع واندل هذا على شيء فانما يدل على ان الشعب الفلسطيني وحدة واحدة ضد المؤامرة بصرف النظر عن كل الاختلافات القائمة بيننا ولكننا عند الشدائد نقف صفا واحدا وموقفا واحدا ضد كل من يريد ان يعتدي على قضيته واشر الرئيس محمود عباس الى ان العالم كله مع حل سياسيا للقضية الفلسطينية الاسرائلية قائم على الشرعية الدولية قائلا ان القيادة غير قلقة مما يزري من ترهات تعلمون ايها الاخوة انه منذ ان اعلنت امريكا صفقة القرن وقف العالم كله معنا وايدنا بان صفقة القرن منافية للشرعية الدولية وهي قرار احادي وبالتالي لم يقبلوا بها من اوروبا الى كندا الى اسيا الى اليابان الى غيرها وكذلك رفضت دول العالم ما اطلقوا عليه مسألة موضوع الضم وقالوا حتى هذا غير شرعي وغير قانوني اضافة الى ذلك قال العالم كله نحن مع حل سياسيا للقضية الفلسطينية الاسرائيلية قائم على الشرعية الدولية على قرارات مجلس الامن والجمعية العامة والحقوق الانسان قائم على الاتفاقات الموقعة بين الاطراف المعنية ولا يتم الحل الا من خلال المفاوضات التي ترعاها الرباعية الدولية وبدون ذلك لا يمكن ان يكون هناك حل هذا هو الموقف العالمي الى يومنا هذا وبالتالي نحن لسنا قلقين بما يجري هنا وهناك من طرهات واكد الرئيس الفلسطيني على ان القيادة الفلسطينية فقط من تتحدث باسم القضية الفلسطينية مشددا على الرفض القاطع للاتفاق بين الامارات واسرائيل الذي يعتبر طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وان هذا الموقف ينطبق على اي دولة تقدم على هذه الخطوة نحن نقول هذا المشروع الذي صدر مؤخرا نحن نعتبره طعنة في الظهر ونحن نرفضه رفضا قاطعا وبالمناسبة قلنا هذا علنا وسرا ونؤكد مرة اخرى ان موقفنا من هذا الاتفاق الثلاثي سينسحب على اي دولة تقوم بهذا العمل من الدول العربية او الدول الاسلامية قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيي خلال المهرجان الوطني الرابع الرافض لمخطط الضم والتطبيع ان اي تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي هو شرعنا له وممارساته التعسفية تجاه الاراضي والممتلكات والمقدسات الفلسطينية ان التطبيع مع اسرائيل هو حرف لبوصلة السرع في المنطقة ان لب السرع في المنطقة هو عربي فلسطيني من جهة واسرائيلي من جهة اخرى وطالما ادرك العرب ذلك ونحن كلنا من اليوم الاول نحن مع العرب في اي مواجهة تفرض على اي دولة عربية ويعلم اخواننا العرب ودولة الامارات ان ارض فلسطين محتلة والقدس محتلة والاقصى محتل واي تطبيع مع دولة الاحتلال هو شرعنا لهذا الاحتلال وتشجيع له على قمع شعبنا وهدم بيوتنا ومصادرة ارضنا وتدنيس مقدساتنا على هذه الارض المهددة بالمصادرة وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف في كلمة الفصائل ان المعركة متواصلة من اجل التمسك بالحقوق والثوابت وافشال محاولة الاحتلال لفرض وقائع على الارض واكد على ان الشعب الفلسطيني يمضي تجاه رفض كل ما من شأنه ان يمس حقوقه هذا واشار المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل الى ان المشاركة في هذا المهرجان رسالة وحدة وان الشعب الفلسطيني يثبت للعالم بان المؤامرات لا تقف في وجه صموده ومواجهته الى الاحتلال قرية ترمسعية من الكرة الفلسطينية المهددة بالاستيطان من قبل دولة الاحتلال هناك اعتداءات من عصابات المستوطنين المجرمين الذين يعتدون على ممتلكات المواطنين في ترمسعية والكرة المجاورة فكان هذا رسالة الى دولة الاحتلال التي قمعت المهرجان منذ بداية العمل عليه صباحا صباح هذا اليوم وقامت بإلقاء الغاز على من كانوا يعدون لهذا المهرجان رسالة منهم بانهم لن يقبلوا بان يكون هذا الصوت الفلسطيني الحر يصل الى العالم ولكن ابا الشعب الفلسطيني في هذا اليوم الا ان يصل رسالته الى العالم اجمع وان يقول كلمته في هذا اليوم بهذه الوحدة الوطنية الفلسطينية التي حضرتها كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني بدوره قال القيادي في حركة حماس حسن يوسف ان المهرجان يأتي تجسيدا لمبادرة الرئيس محمود عباس باللقاء الذي ضم مختلف الفصائل الفلسطينية والوحدة الوطنية لمواجهة المخططات والمؤامرات ضد الشعب والقضية الفلسطينية خاطر كبيرة وكبيرة جدا ولا يجوز لأحد الآن الا ان يقف هذا الموقف الوطني المبدئي الاخلاقي والانساني جنبا الى جنب مع الكل الفلسطيني من اجل الوقوف امام المخاطر المحدقة بحقوق الناشا صفقة القرن خطة الضم مشاريع التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي واي امور اخرى نحن مأمورون فعلا ان نتمترس جميعا في خندق واحد للوقوف امام التحديات التي تريد القضاء على مشروعنا الفلسطيني وشاركت جماهير غفيرة من ابناء الشعب الفلسطيني من كافة اماكن تواجدهم في المهرجان وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتيي وعدد من الوزراء واعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والامناء العامين لفصائل العمل الوطني وممثلين عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي وعن الشخصيات الوطنية المستقلة وسفراء عدد من الدول لدى دولة فلسطين هذا المهرجان يؤكد وحدة كل القوى الفلسطينية بما فيه فتح وحماس وسائر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والجهاد الاسلامي ويوجه رسالة اولا للاحتلال الاسرائيلي بان الشعب الفلسطيني متحد في رفض سياسة هذه الحكومة اليمينية حكومة نتنياهو التي تنوي ضم اراضي فلسطينية ويوجه رسالة لادارة الرئيس ترامب بان الشعب الفلسطيني متحد برفض ما يسمى بصفقة القرن التي تريد تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني ويوجه رسالة للامارات ولسائر الدول العربية بان الشعب الفلسطيني متمسك في المبادرة العربية للسلام التي تقول لا تطبيع الا بعد ان تنسحب اسرائيل من كل الاراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت في عام سبعة وستين وفي مقدمتها القدس وكان لكل من رئيس جنوب افريقيا سيريل رامفوس ورئيس الوزراء الماليزي محيد دين يازين كلمة في المهرجان حيث اكد من خلالها على الالتزام بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيته وحقه في تقرير المصير واقامة دولة مستقلة هذا وهاجمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المشاركين بقنابل الغاز المسيل الدموع في ختام المهرجان كما وكانت قد عرقلت وصولهم ومن بينهم عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة انطانيس شحادة في الوقت الذي تتعمق فيه الازمة الحكومية في اسرائيل يزيد رئيس الوزراء الاسرائيلي من عقدتها بتصرفات وخطوات انفرادية ودون مشاورة لأحد وكأن لا غيره له قرار في السياسة الخارجية الاسرائيلية ليتضح لحزب كحولفان انه استعملهم فقط لانقاذ نفسه والحفاظ على عرشه نتنياهو لم يكلف نفسه عناء ابقاء شركائه في كحولفان على اطلاع بالمفاوضات او نتائجها وعليما كل من وزير الجيش بني جانس والخارجية جابي اشكنازي بالانفراج الاستراتيجي قبل لحظة قليلة من عقد اتفاق سلام بين الامارات واسرائيل والهدف من ذلك كما يبدو توجيه ضربة جديدة لكحولفان حيث اظهرت استطلاعات الرأي الاخيرة بعد اعلان الاتفاق تهاوي قوة الحزب مقابل ارتفاع عدد مقاعد الليكود وتؤكد نتائج استطلاعات الرأي الاخيرة بان اتفاق تطبيع العلاقات جاء ليخدم نتنياهو الذي تعصف به ازمات عدة فيما يكرر نتنياهو باستمرار ان اتفاق التطبيع لم يلغي مشروع الضم انما تم تأجيله فقط وبعد هذا الاتفاق المفاجئ الذي يفسر على انه في خدمة نتنياهو وترامب ظهرت على السطح مشاكل داخلية اكبر سيواجهها نتنياهو منها ما قاله مسؤولون اسرائيليون مطلعون على خطوات توطيد العلاقات مع الامارات العربية المتحدة ان اتفاقيات التطبيع لم تغير معارضة اسرائيل طويلة الامد لبيع طائرات مقاتلة امريكية من طراز اف خمسة وثلاثين الى الامارات العربية المتحدة وحزب كحولفان الذي انتقد مسؤولون فيه بشدة بنود الاتفاق العسكري بين الامارات والولايات المتحدة يؤكد انهم لن يسمحوا بان لا تبقى بلادهم متفوق عسكريا في الشرق الاوسط في انتقاد صريح لاتفاق التطبيع ومن الواضح ان اوضاع الحكومة الاسرائيلية ستتأزم اكثر دون معرفة ما اذا كانت تلك الخطوة التي اقدم عليها نتنياهو اكسبته شعبية اكبر ام لا فمن السابق لأوانها التنبؤ ما اذا كان ذلك سيساعد نتنياهو على الجبهة الداخلية لكنه بالتأكيد لن يمحو فشله الذريع في التعامل مع وباء كورونا او ينقذه من المحكمة عندما تبدأ مرحلة الاثبات في قضية الفساد في كانون الاول المقبل لكنه سيعزز صورته التي لا يغنى عنها كرجل دولة رئيسي في اسرائيل اذا تم اجاء انتخابات اخرى في الاشهر المقبلة فسيكون لديه على الاقل شيء يستخدمه لمحاولة تشتيت انتباه الناخبين بعيدا عن ركود كورونا وفساده اظهر استطلاع رأي جديد في اسرائيل ان حزب الليكود عزز من قوته في الكنيسة على حساب تحالف يمينة وسيحصل على 32 مقعدا في حال اجريت الانتخابات اليوم واشار استطلاع الرأي الى تعزيز قوة حزبي شعتيد المعارض الذي سيحصل على 19 مقعدا فيما تحافظ القائمة المشتركة على قوتها وتحصل على 15 مقعدا وبموجب استطلاع الرأي سيحصل تحالف يمينة على 15 مقعدا حيث تتراجع قوته مقارنة مع استطلاعات سابقة التي منحته 19 مقعدا فيما يحصل تحالف كحول لفان الذي يتزعمه بيني جانس على 10 مقاعد فقط ويفشل كل من حزب العمل والبيت اليهودي وقشر بتجاوز نسبة الحسم يبدو ان الانتخابات الاسرائيلية الرابعة هنا اكثر من اي وقت سابق ويمكن القول ان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيمين نتنياهو بدأ جولته الانتخابية بشكل فعلي وهذا ما تؤكده ايضا زيارته الى المطاعم بحجة دعم اصحاب المحال التجارية وتؤكده ايضا لغته في الترويج للسلام المزعوم بين اسرائيل والامارات كما يؤكده توقيت واعلان هذا الاتفاق اعتقد انه المحفز الرئيسي لاجراء انتخابات هو مستقبل شخصية نتنياهو ليس اكثر من هيك فقط مستقبله الشخصي ولهذا السبب الحديث عن المشكلة مع الميزانية او الحديث عن مشكلة مع ضم راضي فلسطينية الاسرائيل وكل ما يقولون في الليكود ليس له اي اساس واي سلة الى الواقع نتنياهو يريد انتخابات لكي يغير القانون ويمنع المحكمة التي من المفروض ان تبدأ بشهر واحد وبدأ اعضاء الكنيسة من حزب الليكود يهددون اكثر منهم يقنعون شركائهم في التحالف باننا ان لم نتفق على الخطوط العريضة للميزانية فاننا سنجد انفسنا يوم الاثنين امام معركة انتخابية جديدة حزب كحولفان الذي حاول ان يروج بانه تصرف حتى الان وفق مصلحة الشعب محاولا تجنب انتخابات رابعة يجد نفسه وقع في فخينة نئة الذي من الواضح انه من يتحكم بالاحداث السياسية وفق رغبته ويقف حزب كحولفان امام انهيار في عدد المقاعد المتوقعة له وفق الكثير من استطلاعات الرأي اعتقد ان مستقبل كحولفان بالفعل فيه مشكلة لانه بيني جانس فقد موقع البديل النيتانياوة التي كان موجود له حتى انضمامه لهذه الحكومة كل الاستطلاعات تدل انه اذا تم اجراء الانتخابات اليوم فهم يحصلون فقط على سبعة وثمانية مقاعد مش اكثر من هيك بينما كتلة المعارضة الاكبر هي يش اعتيد هناك مستقبل بقيادة يائر لبيد لهذا السبب اعتقد ان هناك مسلحة واضحة لكحولفان بادم خوض انتخابات حاليا لجنة المالية انتهى بها المطاف على عدم التصويت على مقترح قانون تمديد فترة التصويت على الميزانية الذي كان هدفه اكساب وقت للمفاوضات بين الحزبين مئة يوم اضافي وهذا يعني ان نتنياهو يضغط بشكل اكبر وربما يدفع تجاه انتخابات رابعة الان قبل اي وقت في نهاية المطاف مسألة الذهاب الى انتخابات باتت شبه محسومة والسؤال متى يريدها نتنياهو اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية ارتفاع الحصيلة الاجمالية لاصابات كورونا الى اكثر من مئة الف منذ انتشار الجائحة في البلاد وبحسب معطيات الوزارة وصل عدد الاصابات النشطة الى ما يزيد عن اثنين وعشرين الفا ومئة حالة منهم ثلاثمائة وتسعين حالة حرجة بينهم مئة وستة عشر شخصا موصولون باجهزة التنفس الاصطناعي هذا ووصل عدد وفيات كورونا الى اكثر من ثمانمائة حالة وفا وتعتبر اسرائيل الدولة الثلاثين التي تجاوز حاجز مئة الف اصابة وتحتل المرتبة التاسعة عشر في العالم من حيث عدد المصابين نسبة لعدد السكان اخذت الحياة شكلا جديدا لهذا العام في ظل تعاقب موجات ازمة كورونا فبدأ الامر بفرض التباعد الاجتماعي منعا الانتشار العدوى ما فرض حياة استثنائية على كافة انحاء المعمورة في الوقت الذي يخوض فيه المجتمع العربي صراعا بين الالتزام في العادات الاجتماعية وما بين الحفاظ على شروط الوقاية من كورونا بالنسبة لك مريض وعند عزمات وعندها شروط اتفادة كل الناس يعني اتفادة الابعد عن الناس احسن لا تصيبنا عدوى فهذا البعد الاجتماعي صار جفا بصير عندي الناس صار يفكروا انه عندك يشتروح لعندين انك انت متكبر عليهم لا يعمي انا مش عنشان متكبر انا بديش اتصيبني عدوى مثل هذا ايات الاجتماعية تغيرت من ناحية مادية ومن ناحية اجتماعية يعني مع الناس مع بعضها يعني اللي قاعدت مع بعضها الناس خفت عن اول يعني بالاول كنت تشوف الناس تتجمر وتقود مع بعض وتصار مع بعض واليوم خفيف هذا جدا كثير يعني اليوم انت تتروح الزيارة يعني مش مستعد فيه جامعة اكثر من عشر دقائق تقود يعني كل انسان بخاف حتى من اخوه ولا من ابنه ولا من زوجته ولا بخاف من المحيط اللي فيه لاجل هيك فيه ترقب فيه حضر فانا انصح الكل برضو يأخذوا الحيط والحضر لانه ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكة تقديرات تؤكد ارتباط المناسبات الاجتماعية في المجتمع العربي وبين الارتفاع الخطير في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الشارع العربي خلال الموجة الثانية تأتي رغم كافة التحذيرات والتشديدات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا احنا منشوف انه المناسبات الاجتماعية الترفيهية اللي فيها الحدود بترتخي هي من المسببات الرئاسية لانتشار الكورونا في وسطنا وسط العربي برجع للبداية انا بداية انتشار الكورونا اذا انتم تذكرين تحديدات الميت متر بريت البيت وممنوع ننتقي مع العالي فكان الاشي غريب علينا انه احنا ما نلتقيش مع اهلينا فجأة الناس اللي هي من الطفولة كانت مصدر اماننا زي اهلينا صارت مصدر خوفنا الرئيسي لان احنا خايفين عليها من حالنا او احنا خايفين حالنا مننا جائحة كورونا لا تمثل تحديا للنظم الصحية فحسب بل باتت اختبارا حقيقيا للحفاظ على سلامة الجمهور وصحته من خلال اعتماد نظم حياتية جديدة قد تدفع الى تغيير جذري في نمط الحياة الذي كان ما قبل انتشار الجائحة ما سيترك هذا التغيير تداعيات على مختلف الاصعدة ستبقى اثارها على المدى البعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة